ازيك يا جماعة النهاردة في حلقة جديدة هنا في رمضان في البيت على هوم سينما رجعنا بفيديو جديد وده الفيديو الاخير اللي حينزل قبل السباق الرمضاني بتاعنا بتاع الفين تلاتة وعشرين خلاص يا جماعة رمضان فاضل عليه يومين بالزبط كل سنة وحضراتكم طيبين ودي حتكون الحلقة الاخيرة بتاعتنا قبل السباق الرمضاني بتاع مسلسلات رمضان وكنت قايل ان انا للاسف ما كنتش عايزة اعمل الحلقة دي غير لما ينزل الرسمي او بتاع آآ برنامج او برنامج بتاع رامز جلال بتاع كل سنة بس للاسف لحد النهاردة احنا النهاردة الاتنين صح انا لأسف مسقط النهاردة التلات نهاردة التلات لحد دلوقتي النهاردة الاتنين وقتلاتة انا مش ف paar ما انا. هيا لست كوانت. انا نهاردة الاتنين انا انا كنت تتكر بالتلاتة. سباح على فون لحد دلوقتي نازلش البرومو بتاع اه رامز برنيг خدمز. فانا كنت اعيزة عن الحلقة دي بحيس ان انا ادخل معي الاعلان بتاع آآ رامز جلال. فانا كنت بفكر عامل حاجة او مش عارف اذا كان هعملها ولا لا كنت بفكر لما البرومو ينزل اه اصور البرومو او بتاع البرومو بتاع برنامج رامس جلال واحطه في الحلقة دي تمام او هصوره لوحده يعني هصور البرومو لوحده وهنزله بس غالبا حميل اكتر اه ان انا انزل الحلقة اه فيها بتاع رامز فدي بسرعة حاجة بمزعلني جدا لان انا كان نفسي اول لما خلص الحلقة دي وعمل لها اروح منزلها على طول لان انا خلاص رمضان الخميس الجاي والنهاردة احنا هيوم الاتنين ففاضل تلات اربع خميس فاضل تلات يام بالزبط على بداية مسلسلات رمضان وفي اوريدي لسه قرق خبر اصلا من شوية ان في مسلسل من مسلسلات رمضان السنة دي اه هتتعارض من النهاردة على منصة شاهد وهو مسلسل كامل العدد بتاع دينا الشيربيني. دلوقتي قبل اه طبعا انت شوفته في العنوان الفيديو دي القائمة الاساسية او القائمة اللي هتخش معنا السباق الرمضاني لمسلسلات رمضان الفين تلاتة او عشرين على هوم سينما في رمضان في البيت. وحنقول هنتفرج على كام مسلسل والحاجات دي كلها. بس قبل ما هنخش على النقطة دي بتاعة مسلسلات رمضان وهنتفرج على كام مسلسل حابب ان انا اعمل تريلر ري اكشن انا اسف لتلات مسلسلات. اولا المسلسل الاولاني هو مسلسل اه واحد من الاشخاص المتابعة الجيدة جدا. اه لي هوم سينما. بعت لي المسلسل ده اللي انا كنت عايز اعمله تريلر ري اكشن في الحلقة اللي فاتت. بس الاسف كان الفيديو كان اتشال. اه كان في كوبرايت مش كوبرايت مني انا كان كوبرايت تقريبا كان على فيسبوك فتقريبا اتشال. فاحنا مجناش فرصة ان احنا نعمل له تريلر ري اكشن. وهو مسلسل سوري وعلى ما اعتقد اسمه الزند. الزند صح? اسمه الزند على ما اعتقد. فده حبينا ان احنا نعمل له تريلر ري اكشن. معرفش ازا كان حيبا معانا في مسلسلات رابضان ولا لا السنة دي اللي انا كنت مجاهز الليستة بتاعتي. فا اه مش عارف ازا كان انا نفرج عليه لا لا. والله لو عجبني ممكن عارفين المسلسل يخش كده مرة واحدة. اه في القايمة بتاعتنا بصراحة دي هتبقى حاجة جمدة جدا وضيح حصلت يعني. اه عاملات انا بشكر الشخص اللي بعتلي على الاسف انا مسقط اسمك كل مرة بنسى اسمك تقريبا من العمر. انا ما اعتقد. فانا ااسف لو اه مش عارف ازا كان اسمك عمر ولا لا فهو بعتلي اه على الصفحة الرئيسية بتاعتنا او الصفحة الرسمية بتاعتنا على فيسبوك اللي هي هوم سينما مش عامل فولو خش عامل فولو. التريلر بتاعنا هو مسلسل سوري. وحنعمل له دلوقتي تريلر ري اكشن هنشوف حيبا معانا في مسلسلات رمضان السنة دي ولا لا. يلا بينا نعمل تريلر ري اكشن. اشتغل بردير. حودي في اللحين الباشا من بعضما ما تبيعتي. بقي بتحساد ما منه. من السا. لكن حاسم يتحلن بتكتر ما بي حتيا. اسبعيت ان انت بتسكر مثل باشا. انا جراشت. يا جماعة المسلسل اسمه الزند زئب العاصي هو المسلسل شكله بس انا للاسف مش هقدر ان انا اتفرج عليه لان هو اولا الاعلان حلو جدا على فكرة ببساطة من الاعلان وشكله مصروف عليه جامد جدا بس انا للاشف يا جماعة انا مع كامل احترامي للناس ممكن تكون حاب ان انا اتفرج على المسلسل ده واعمل له مثلا الريفيو ولا حاجة بس انا بالنسبة لي الموضوع هيبقى صعب جدا لان السنة دي المسلسلات فجأتني انا شخصيا مسلسلات رمضان لان المسلسلات السنة دي انا يعني انا مبهرت بكمية المسلسلات اللي انا شخصيا هتفرج عليها لان انا المسلسلات بتاعت السنة دي هتتفوق بطريقة يعني كبيرة جدا 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 على المسلسلات بتاعت السنة اللي فاتت كتير جدا يعني مفيش مقارنة يعني انا قلت السنة دي يمكن المسلسلات مش هتبقى حلوة يمكن مش هتبقى كويسة اه هناخدوا نفس المقلب بتاع السنة اللي فاتت بس لأ بصراحة المسلسلات بتاعت السنة دي فاجئتني. ودي حاجة انا شخصيا ما كنتش متوقحة. التاني اللي انا هنعمل له دلوقتي اه هو المسلسل اللي اسمه تحت الوصاية. وهو المسلسل بتاع مونة زكي. اه احنا كنا عملي له تريزر. اه كنا عملي له تريزر ريكشن. التريلر نفسه ما كانش لسه نازل. اه هو نزل امبارح. اه تريلر لسه نزل امبارح. فاحنا هنعمل له تريلر ريكشن. وده هيكون تاني تريلر هنعمل له تريلر اكشن نهارده. وهيكون في واحد كمان. وخلاص على كده. آآ يمكن برنامج الله اعلم برنامج رامز الاعلام بتاعه ينزل واحنا عادين يفاجئنا كده كلنا. نقوم بالمرة كده نخبطه معانا في التريلر ريكشن ونعمل له تريلر ريكشن. وخلاص يعني وحباب صلاحة مبسوط جدا يعني بدل ما اضطر ان انا اعمل حلقة تانية يعني. ريكشن التاني للمسلسل بتاعنا النهارده هو مسلسل تحت الوصايا. يلا بينا. جادين جامدين. WB. عطيم بتتصورة تيا. حسناً لصلة نواسل. ماذا عملي الرايس؟ مين الرئيس يا جماعة ده التاني بتاعنا لمسلسل تحت الوصاية انا متحمس فشخ للمسلسل ده على عكس الناس كلها اللي كانت بتهاجم المسلسل لما كان البوستر بتاعه من شهر كده او من شهر ونص انا بصراحة عن نفسي انا عجبني المسلسل اعجبني ما اكمل احترام لكل الناس اللي انتقدت مونا زاكي على على البوستر بتاعها اللي كانت نزلت عشان محجبها ولا مش عشان محجبها دي مش قصتي او مليش دعوة بالشخصية انا لها دعوة بالمنتج الفني اللي بيطلع لي في الاخر هل حلو هل وحش خلاص انا بصراحة اه متفائل بالمسلسل ده عما تاني يعني يا جماعة المسلسل التالت ان احنا هنعمله تريلر ري اكشن وده حنعمله تريلر ري اكشن يا جماعة علشان خاطر ده المسلسل الاول اللي حيخش معنا في الصباق الرمضاني بتاعنا مسلسلات رمضان الفين تلاتة وعشرين كل سنة انتم طيبين اه ده المسلسل اللي حضراتكو اخترتوه في البول يعني زي ما انتم شايفين في البول اهو وهو المسلسل الامام الشافعي وسبحان الله المسلسل التريلر بتاعه او بتاعه النزل امبارح وهو اللي اكتسح في البول معنا الامام الشافعي بستة وتلاتين في المية سره الباتع بخمساشر في المية رشيد تلاتة وتلاتين في المية كان على وشك ان هو يخش مع الامام الشافعي السندوق تسعة في المية ده تقريبا ده ده سندوق بيرة مش ده ده مش مش بول اه الهرشة السبعة وتغيير جوه هو ستة في المية اه ما يغرقوش الارقام دي ممكن يكون فيه مسلسلات دخلت معنا برضو خلي بالكم يعني شانتبقوا عارفين يعني فالمسلسل الاولاني اللي دخل القائمة الرسمية بتاعنا مسلسلات رمضان هو الامام الشافعي وبارح نزل بتاعه وده من مسلسلات اللي حقيقي بجد حابب ان انا عمل لها لان انا حاسس المسلسل ده هيكون فكرته مختلفة تماما على كل مسلسلات رمضان اللي هتنزل السنة دي لانه هيكون اكتر مسلسل ديني وليس مسلسل عبارة عن امتقام وطر ومخدرات وواواواواواوا وانت عارفين بقى الباقي عشان عشان هزاخد كليم ولا حاجة فانتو عارفين يعني الباقي هيبقى عمل ازاي? هاي يلا بينا نعمل للمسلسل التالت معنا في مسلسلات رمضان وهو الامام الشافعي يلا بينا ستفيد حلقاتنا من علومك ايها الفقير سمعت انك تنوي زمع طراث ليس بنساعد رحمه الله ثم الامام اللي حدثنا بجواز الانتفاع بالبلود بعد ان تبث فتطاخر اتقل لنا الدنيس يا رفل لك الذي لا يعرض بسواه علينا ان ندون العلم بحرص حتى اذا توقفت القرود بقلة السطور انا بحترم اعرف قدرها كويس بابي انت وامي يا ابا عبد الله اريد ان ارأى ابي وقت افضل لا احب عن الاما بي اتربى العلم جئت اولى مصر واستقبلني اهل عام بكرم وانفيرت اللهم احفظ مصر على واجع الامة الاسلام في رضاة اليغاية ومؤمنة واو واو انا مبسوط فشخ من التريلر اللي انا شفته بجد مبسوط جدا الكاست ذات نفسه بجد حلو كمان قوي طبعا على رأسهم اكتر معانا خالد النبوي بصراحة انا مبسوط جدا 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 ان في مسلسل من المسلسلات اللي زي دي حقيقي رجعوها تاني في الصباق الرمضاني نوعية المسلسلات دي تقريبا يعني انا مش فاكر امتى بالزبط اخر حاجة شبه دي مسلا شفتكت امتى يعني من عشرات السنين يعني بجد او يمكن يكون كم في بس الله اعلم انا ما كنتش اتفرجت بس على ما اتذكر الموضوع يعني نوعية المسلسلات دي يا جماعة اختفت تماما يعني في حين ان اصلا مفروض ان نوعيات المسلسلات دي تبقى لمسلسلات رمضان لان في الاول وفي الاخر رمضان هي مناسبة دينية فمفروض اكتر ان هما يعرضوا مسلسلات دينية زي مسلسل زي ده وبصراحة انا مش شايف اي حد خالص آآ في الدور ده غير خالد النبوي بصراحة شكله عامل دور جامد جدا 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 وانا شايف من وجهة نظري ان المسلسل ده هيبقى واحد من المسلسلات اللي هتنافس جامد جدا 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 في مسلسلات رمضان السنة دي مسلسل ديني مسلسل تاريخي مسلسل شكله مصروف عليه وعجبني ان المخرج كمان مش مخرج مصري هو مخرج آآ سوري وهو اسمه الليس حجه عمر ما سمعت عنه حنشوف السنة دي بقى المخرج ده هيقدم لنا ايه المسلسل على فكرة فيه كمان ممثلين سوريين يعني انتوا عارفين يعني فيه ناس شاركت في العمل ده يعني المصريين وسوريين فحلو الكلاب ما بين المصريين والسوريين يعني في مسلسلات رمضان دي حاجة بجد كويسة يعني يعني اواخر الحاجات اللي انا شفتها بجد كانت حلوة جدا كان مسلسل آآ منعطف خطر وللاسف ما عملتوش لسه ريفيو هحاول ان انا اعمله ريفيو مخرج كان سوري وبصراحة الاخراج في المسلسل بتاع منعطف خطر ده كان فوق الروع يعني وانا قاعد لا بيا ولا عليا سبحان الله يعني ربنا استجاب لدعائي كنت لسه بقول عايز اعمل تريلر ريكشن للبرنامج او الاعلان بتاع برنامج روامز جلال روامز نافر انز وسبحان الله التريلر لسه نازل ما فيش عشر دقيقة او اتنشر دقيقة بالزبط عم ما لا دور عليه في كل حتة سبحان الله لقيته الحمد لله لقيته يلا بينا نعمله تريلر ريكشن واتمنى ان هو يكون حاجة جديدة شوية احسن من السنين اللي فاتت وعايز اشوف مين اللي هيطلع معاه السنة دي عامة يعني ان كان فيه اشعات كان بتقول فيه كريسيانو رونالدو مش عارف ايه مش عارف ازا انا هيقدم معايا سواء هيطلع ضيف من ديوف الحلقات فمش عارف بصراحة فحابب انها حاجة زي كده ممكن اشوفها واتمنى ان هي تيجي في الاعلان يعني يلا بينا نشوف اشتركوا في القناة اوكي يا جماعة اه التريلر شكله حلو واللي فهمته من التريلر او اللي عجبني او اللي شاديني من التريلر ان الا ان السنة دي المقلب حيبقى مقلبين مش حيبقى مقلب واحد هو في مقلب في هما تقريبا عامرين مطعم في السماء زي اللي كان موجود في اسكندرية جمعين ما بين كراسي ومتعلق في الهوى تقريبا يعني على واشاك ان الدفق انا هيقع فبعد كده تقريبا ميدخلوهم حتة مش عارف الدنيا بتتشغلب بيه في الاوضة وبعد كده بيبتدل ان هما يدخلوا التور في تور حقيقة موجود حتى في البوستر هيبدأ ان هو يدخلوه في الاوضة انا من الناس اللي شدتني في الاعلان اه محمد رمضان محمد فواد اه مجدي عبدالغني دي الحالة دي انا اكيد وش مستنيها لان انا بموت في مجدي عبدالغني دحك ببشخني دحك مجدي عبدالغني اه محمد رمضان مطلعش غير مرة واحدة بس مع رامز كان رامز اه واكل الجو تقريبا اه كنت احبه جدا انا بالنسبة لي رامز واكل الجو ده كان واحد من احلى بتوع رامز يعني كبروجرام يعني في رمضان يعني كنت بحبه بحبه كمقلب كان فشيخ يعني موضوع الطيارة وكده اه شفت امير عيد برضو شفت شايماء سيف اه علا غانم هنديم هنة احمد خالد اه صالح اه كهرباء كهرباء طبعا هدويش هيفشخه كالعادة زي كل السنة اه مش فاكر في مين تاني محمد فؤاد محمد فؤاد دي هتبقى حلقة جامدة جدا اه مش فاكر شفت مين تاني فيه ممكن كمان لقايب كرة تاني بس انا للأسف مش فاكر اسمه اه كنت اتمنى بصراحة اه محمد فرجه بس انت شوقي جي برضو من الحلقات هتبقى غريبة جدا للمحمد فرج على ما اعتقده عمر ما طلع مع رومز اه حاسس حاسس هيبقى احلى من بتاع السنة اللي فاتت ومن السنة اللي قبلها لان هو بقاله بصراحة كده كام سنة بيخيش يعني انا من وجهة نظري شايف ان رومز بقاله كام سنة اه البرو جرامز بتاعته ما ببقيتش حلوة زي زمان وبصراحة يعني يعني حتى لما ابتدى ينزلوا مسلسل كبير السنة اللي فاتت الناس حرفيا طلع مشت من رومز راحت تتفرج على الكبير لان الكبير بيجي في نفس الوقت مسلسل في وقت الفطار يعني رامز بيجي وقت الفطار ومسلسل الكبير بيجي وقت الفطار الكبير حرفان اكتسح يعني هو بيجي على قول تقريبا فهو حرفان اكتسح السنة اللي فاتت في وقت الفطار يعني ان الناس كان بيبقى عندها في دول بس تتفرج على اول حلقة وبعد كده بقى مش شرطة بقى تتكمل او البروجرام بتاع رامز جلال السنة دي رامز زي انا شايف من وجهة نظري حاسه هيبقى الطف من بتاع السنة اللي فاتت ومن بتاع السنة اللي قبلها لانه بقى قاله بتقريبا بتاع تلات اربعة سنين صراحة اه البرنامج يعني وحش جدا 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 ككل حاجة كافهات وكتنفيذ وكفكرة حتى مش بتيجي ما كانش بتيجي معايا سكة اخر تلات اربعة سنين من وجهة نظري يعني فشايف ان السنة دي الى حد ما حيبقى البروجرام لذيذ وآآ اللي عجبني ان هو حيبى فيه مقلبين مش مقلبة واحد يعني والمقلبين تقريبا اوسخ من بعض حرفيا يعني موجودة زي. دلوقتي في اخر حاجة هنخش فيها لمسلسلات رمضان وايه بقى المسلسلات اللي احنا هنتفرج عليها السنة دي على هوم سينما في رمضان في البيت. قبل ما اقول لكوا ايه هي المسلسلات اللي احنا هنتفرج عليها آآ طبعا حامشي بتاع مسلسلات رمضان بتاعت السنة اللي فاتت آآ حعمل انطباع اولي لمسلسلات رمضان حعمل انطباع اولي لمسلسلات رمضان آآ بعد كام حلقة يعني انا معرفش يعني على الحلقة الكام حعمل انطباع اولي عشان هكون صريح معاكم انا معرفش هعمل كام حلقة كده او هتفرج على كام حلقة وبعد كده ممكن اعمل انطباع اولي لكل مسلسلات هتفرج عليها. وبعد كده الحلقات اللي هي او المسلسلات اللي هي خمستاشر حلقة حعمل لها مرة واحدة. والمسلسلات عامة اللي هي بتاعت اه اللي هي تلاتين حلقة يعني. مش عارف ازا كان هاخدهم كلهم في حلقة واحدة ولا لا او هعملهم في حلقتين. غير كده انا مش هقدر. فانا هعمل ريفيو ممكن لمسلسلات كلها في فيديو واحد آآ من الحلقة الاولى للحلقة الخمستاشر وبعد كده من الحلقة الستاشر للحلقة تلاتين او ممكن اخبط ريفيو كله مرة واحدة في اخر رمضان. لسه مش عارف هعمله ازاي بس اكيد هيبقى فيه فيديو انطباع اولي لمسلسلات رمضان. ده ممكن بيبقى مسلا تقدروا تقوله في سبعة رمضان تمانية رمضان كده اتفرجت على كزا حلقة يعني اشنا ادي انطباع اولي. بتاع السنة اللي فاتت بتاعي كان على هوم سينما. اللي هو احنا هنعمل فيديوهين في رمضان اول خمساشر حلقة وبعد كده الخمساشر التانين يعني. بالنسبة للمسلسلات اللي هي خمستاشر حلقة. المسلسلات هتبقى خمستاشر حلقة. هيتعملها كلها مرة واحدة في فيديو واحد. وكي يا جماعة آآ لقيت دلوقتي سايت. آآ علشان اعرف ايه المسلسلات الخمستاشر حلقة والمسلسلات التلاتين. المسلسلات اللي هتبقى خمستاشر حلقة. هو تحت الوصاية. علاقة مشروعة. رشيد. عودة البرون. جات سليمة. مذاكرات زوج. كامل العدد اللي هو بتاع دينا الشيربين اللي هيبدأ النهاردة. السفارة بتاع احمد امين. كشف مستعجل. الهرشة السبعة بتاع امين خليل. آآ رسالة سعيني يا كده. رسالة الامام اللي هو اللي هنعمل له من شوية. وتلتة التلاتة. بتاع دي عبدالرازق. كل المسلسلات دي المفروض المفروض ان هي خمستاشر حلقة. لو انا غلطان يا جماعة برضو ياريت تصححولي في الكومنتز. عشان برضو حابب ان انا اعرف فعلا المسلسلات دي كلها فعلا خمستاشر حلقة ولا لأ ولا انا غلطان. لو ياريت لو انا غلطان ياريت تصلحولي في الكومنتز. وفي حاجة بقى للأسف انا دورت عليها مش عارفة او مش لقيها. فياريت برضو اللي حابب يفيدني بجد في الكومنتز في الموضوع ده حيبقى بجده حيبقى عمل معها الواجب الصح ان هو يكتب لي في ايه المسلسلات الخمستاشر حلقة اللي حتتعرض في اول خمستاشر رمضان وايه المسلسلات الخمستاشر حلقة اللي حتتعرض الخمستاشر التانين بتوقع رمضان. فيرت برضو تعرفوني لان انا دورت فيه كتير دورت عليها كنت حابب اعرف ايه اللي حيتعرض في اول خمستاشر يوم? وايه اللي حيتعرض في تاني centuries يوم؟ للاسف ما عرفتش هاوصل لي المعلومة دي وبجد ما ادائي جدا فانا حابب اعرف اللي هيتعارد في الاول وفي الاخر يعني فقريت برضو تفيدوني وتكتبوني في نيجي بقى على اللحزة اللي هي بتاعت اللحزة الفشيخة واللحزة المهمة بالنسبة لي وبالنسبة لنا وبالنسبة لنا كلنا في هوم سينما في رمضان في البيت الفين تلاتة وعشرين والمسلسلات اللي احنا هنتفرج عليها طبعا على المنصات السنة دي على منصة واتشت وعلى منصة شاهد المسلسل الاول انا هقول لك هتفرج على كام مسلسل هتفرج السنة دي يا جماعة على مسلسل وده يعني انا بصراحة شايف من وجهة نظري كتير جدا 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 انا شخصيا ما كنتش متوقع ان انا هتفرج على مسلسل خالص ان السنة اللي فتت علامة اعتقد يعني لما انتخدني الزاكرة اتفرجت على مسلسلات او تسعة مسلسلات تقريبا كان تمانية وبعد كده ضفت عليهم مسلسل مكتوب علي فكان المسلسل التاسعة تقريبا يعني لو عشان برضو مش 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 فاكر بالزبط فانا مش عايز قفتي السنة دي هتفرج على تلاتاشر مسلسل بس اللي بصراحة بتاعي السنة دي او بتاعي السنة دي اللي انا عجبني ان فيه مسلسلات كتيرة هتفرج عليه خمستاشر حلقة اولا يا جماعة المسلسل اولا اني هتفرج عليه هو المسلسل اللي هو الكبير قوي الجزء السابع وده طبعا مفهوم اللي احنا كنا لازم نتفرج عليه لان احنا طبعا انا انا بتابع كبير من اول جزء اتعامل مش فاكر كان الفين وحضواشر الفين واثناشر فانا بتابعي كبير اصلا من زمان فانا في كل موسم آآ بتفرج عليه يعني لما كن بيتعامل وتقريبا انا ما اعتقد انا سمعت ان هيكسند المسلسل الكبير لالفين وسيتة وعشرين او الفين خمسة وعشرين هما هيقفلوا المسلسل الكبير آآ لجزء الرقم عشر الجزء العشر يعني. آآ هيقفل على جزء العشر الجزء في تاريبا تلاتة اجزاء تانية غير التعال سنة دي يعني. ده بالنسبة لاول مسلسل. مسلسل التاني هو مسلسل سوق كانتو لامير كارارا. مسلسل التالت اللي معانا هو المسلسل على منصة آآ ووتشت وشاهد في كده وكده. آآ وهو المسلسل خمسة شهر حلقة وهو المسلسل الكاميدي اللي انا شخصيا منتظره بفارغ الصبر. وبالنسبة لي واحد من اكتر المسلسلات اللي انا منتظرها السنة دي هو مسلسل الصفار الاحمد امين. والمسلسل الرابع اللي معانا هو مسلسل رمضان كريم الجزء التاني. وطبعا انا شفت الجزء الاولاني فلازم اشوفت الجزء التاني لانا بصراحة بحبه جدا المسلسل ده. مسلسل رقم خمسة معانا هو المسلسل الكتيبة مية واحد على ووتشت. مسلسل رقم ستة هو مسلسل جات سليمة وهو خمسة واشر حلقة وهو مسلسل بتاع دونيا سامي الغانم. المسلسل رقم سبعة هو مسلسل تحت الوصاية وهو مسلسل برضو خمستاشر حلقة تاع مونزاكي اللي عملنا له من شوية. انا المسلسل ده كنت كاتبه اصلا من بدري على فكرة يعني انا حبيت ان انا اترجع على بتاع عشان عمله عشان زيادة التأكيد يعني عشان انا عارف ان انا مكنش حابقى غلطان وانا بكتب المسلسل ده. المسلسل التامن هو مسلسل الاجهر وهو موجود على الشاهد. مسلسل رقم تسعة هو بابا المجال وده ما كانش متوقع لاي حد. مسلسل رقم عشرة وهو المسلسل العمدة بتاع محمد رمضان. ودي اخر فرصة حرفيا قسما باللاحة ديها المحمد رمضان. لو المسلسل بتاع السنة السنة دي طلع مش حلو. بجد حرفيا مش هتفرج على محمد رمضان ده نهائي تاني في مسلسلاته. بجد. لان انا عطيته فرصة اكتر من اللازم. السنة اللي فاتت كان فيه المشوار وسنة اللي قبلها مش حرف كان فيه البرينس. وتقريبا يعني السنة اللي مع كل سنة بتعدي مسلسلته بتنحضر بطريقة مش طبعية. هو ممكن يكون مسلسل البرينس اللي علاها شوية يعني. كان ليه اقباله وبصراحة البرينس عجبني وفاجئني انا شخصيا يعني. غير كده المسلسلات اللي كان عاملة في اخر اربع خمسة سنين. بالنسبة لي كانت وحشة جدا. يعني يعني قلنا رقم عشرة هو العمدة. رقم حداشر هو المسلسل برضو خمسة حلقة وده كان واحد من اكتر المسلسلات اللي حرفيا عجبتني بتاعها وانا بعملها في الحلقة اللي فاتت مش الحلقة دي. وهو المسلسل الهرشة السبعة. وهو كان معنا في السنة دي في اه بتاع مسلسلات رمضان. اه وده انا متحمس له جدا المسلسل ده خصوصا انا ما فرجتش على مسلسل اللي هو خلي بيلك من زيزي وده نفسها صنوع على العمل بتاع خلي بيلك من زيزي فده حابب ان انا اتفرج على التجربة دي. المسلسل رقم اتناشر هو المسلسل آآ الامام الشفعي اللي انتو اخترتوه في البول. والمسلسل رقم تلاتاشر وده اخر مسلسل معانا السنة دي وهو مسلسل عملة ندرة. بتاع نيلي الكريم واحمد اينا اتفرج على مسلسل عشان خاطر احمد اييد بس مش اكتر يعني. فعندنا السنة دي تلاتاشر مسلسل في الصباق الرمضاني لهم سينما في رمضان في البيت. وانا بصراحة مش عارف اعمل ايه بصراحة انا شايف من وجهة نظر مسلسلات كتيرة جدا السنة دي. وفي مسلسلات كتيرة جدا حتتظلم. انا كان نفسي برضه اتفرج على المسلسل اللي اسمه تغيير جو بتاع منا الشربي بس طبعا مش هتفرج على انا مش هقدر ان انا احط مسلسل تاني فوق المسلسل ده. ان لم يكن اصلا ممكن اشيل مسلسلات من المسلسلات دي عشان انت بقى عارفين يعني لان انا تلاتاشر مسلسل بالنسبة لي صعب جدا لان برضه مع ظروف شغلي برا الحياة اليوتيوبية يعني هيبقى صعبة جدا لان انت عشان تعمل اكيد طبعا لازم تتفرج الاول يعني تكتب وتعمل وتسوي هنا في دماغك وده غير طبعا مع الشغل الاساسي بتاعي وغير ان تطلع تعمل انت باع اول تطلع تعمل تعمل الحاجات التانية فالموضوع يبقى صعب انت بتكلم في تلتاشر مسلسل يعني تلتاشر مسلسل تقدر تقوله كده يعني انت بتتكلم في اليوم الواحد مسلا بتاع 9 ساعات 10 ساعات تقريبا مسلسلات يعني 9 ساعات ما انت برضه في مسلسات ممكن تبقى عشرين دقيقة او 30 دقيقة وطبعا في ممكن مسلسلات يبقى في مسلسلات القوميدي بتبقى عشرين و Student 30 دقيقة يعني. اه تقريبا يعني انت بتتكلم في حوالي عشر عشر ساعات حداشر ساعي يعني. وفي حاجة برضو كنت عايز اقولها مع الانطباع الاولي. يعني مسلا انطباع الاولي احنا قلنا هنعمله ان شاء الله بإذن الله في سبعة رمضان او تمانية رمضان او تسعة رمضان حتى. لو في مسلسل من المسلسلات دي بصراحة ما عجبنيش. للأسف حشيله من حتى لو هو مسلسل خمستاشر حلقة. لان اصلا علي مسلسلات رمضان السنة دي حيبقى كتير جدا. فانا شايف لو انا شايف من جوت نظري. لو مسلسل من اول حلقة لحد مسلا الحلقة التامنة او الحلقة التاسعة بالنسبة لي على الاقل مش هيبقى معايا او مش هيقول لي حاجة او مش هيبيني حاجة لحد الحلقة التلاتين او الحلقة القمستاشر. للأسف انا مش هكمله. لان انا اصلا عندي عادة في ما بحيبش اتفرج على حاجة وما خلصهاش سواء مسلسل او فلن. بس السنة دي عشان مسلسلات كتيرة جدا تلتاشر مسلسل. فلو مسلسل ما اعجبنيش سواء خمس شهر حلقة او تلاتين حلقة للأسف حوقف لحد ما اعمل الموضوع اللي هو بتاع الفيديو بتاع الانطباع الاولي ومش هكمله للأسف يعني. بس دي كانت حلقتنا ودي مسلسلات رمضان السنة دي على سينما. تلتاشر مسلسل انا اكسم بالله انا ما اتوقعتش ان انا هتفرج على تلتاشر مسلسل السنة انا كنت قيل السنة الاخري هيبقى خمس ستة مسلسلات ده كده هيبقى فيه انجاز يعني انا ما اتوقعتش على مسلسلاتها بصراحة بتاع السنة دي حت يعني حت او مسلسلات بتاع السنة اللي فاتت فدي بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا يعني. بس دي كانت حلقتنا على هوم سينما اتمنى الحلقة يكون عجبتكو وان شاء الله شوفكم بديوات تانية قريب. نسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكو وانسوش برد تعملوا سبسكرايب التانية اللي اسمها وهما لون حساب لكم اللينكس بتاعها في الديسكريبشن. ولو حاببتوا تعملوا لايك على فيسبوك وتورو انستاجرام برضو حساب لكم الديسكريبشن. وهحاول على قد ما اقدر ان شاء الله بازن الله مع الفرجة في مسلسلات رمضان هحاول ان انا اطلع للناس ان انا اطلع للناس برة مسلسلات رمضان زي مسلسل بلتو لسه عايز اعمل له مراجعة ومسلسل آآ موضوع عائل الجزء الجديد اللي هو اللي فات ده يعني الاخير معملتوش مراجعة حقا بعمله مراجعة وغير وفي حاجات تانية بس مش هقولها دلوقتي يخليها لي اوانا فاتمنى بصراحة ان انا اوصل للمرحلة دي ان انا اقدر ان انا اتفرج وفي نفس الوقت اعمل وعمل وقدر اتلع حلقات حتى في اه في الايام بتاعت رمضان. دايما زي ما بنقول دايما على سينما ادعونا ان احنا نفضل مكملين معاكو بجد حقيقة من قلبكو. ادعونا ان احنا نكمل على سينما وما تجيبش ادرافها ونقفل ولا حاجة وما عملش تاني بس ان شاء الله بازن اللي هحاول على قد مقدر ان انا استمر واكمل في مسلسلات رمضان وافلام وريفيوز وحاجات كتيرة جدا جدا. واتمنى بجد الناس تعجبها الفيديوز وتعمل لايك وشير وسبسكرايب لان ده بصراحة ده بالنسبة لي اهم حاجة يا جماعة انتو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ده اللي بيزوق الشانل وتنشروا في كل حتة عايزين بجد السنة دي في الفين تحت وعشرين او الفين واربعة وعشرين حتى على الاقل ان احنا نوصل عدد سبسكرايبرز او يكون عالي جدا جدا جدا. يعني يكون احسن من السنين اللي فاتت على هوم سنة ما خصوصا ان احنا بدأنا من الفين وتسعتاشر فاحنا بننكلم في اكتر من اربع او خمس سنين فعايزين نهتم شوية بالشانل بالسبسكرايب والشير والكومنس. الف شكر للناس اللي حبت الفيديوز بتاعة رمضان. ان شاء الله بازن الله هحاول ان نزل الفيديو ده النهاردة او بكرة بالكتير. اتمنى الحلقة اكون عجبتكو. واشوفكو الفيديو اللي جاي وكل سنة وحضرتكو طيبين بمسلسلات رمضان. والشهر الكريم رمضان كريم عليكو كلكو وباي باي.